ورد في بعض هذه الصور سجود السهو أو سجدتي السهو لأنه ليس في كل صور فيها سجود السهو إلا في بعض الصور من هذه الشكوك المعتبرة فيها صلاة الاحتياط ثم بعد ذلك سجدتي السهو طبعا سجدتي السهو ما منحصر فقط أداءها بعد الصلوات المشكوكة أو هذه الصلاة المشكوكة في عدد ركعاتها أو بعد صلاة الاحتياط لا ليست منحصرة بهذه الصور وإنما سجدتي السهو هذه تجب في كل نقيصة وفي كل زيادة حدثت وين في الصلاة فهذا هذا الصلاة شك في عدد ركعاتها أم لم يشك في عدد ركعاتها يعني سيد هذه الزيادة والنقيصة هي في داخل الصلاة يعني تخص أركان الصلاة لا لا الأركان لا انتبهني وإنما شنو أفعال الصلاة اللي سبق وإن ذكرناه حوالي 12 فعل الصلاة من أفعال الصلاة هذه لو حدث فيها زيادة أو حدث فيها نقيصة من غير الأركان طبعا حدث فيها زيادة أو نقيصة في هذه الحالة تجب سجدتي السهو هذا بشكل عام أما بشكل خاص سجدتي السهو هذه تجب فيما لو تكلم المكلف في أثناء الصلاة سهوا مو عمدا وإلا هو التكلم العمدي يعني شنو هذا راح يبطل الصلاة مالته لكنه تكلم سهوا هذه الصورة فيها شنو يجب على المكلف حينئذ بعد صلاةه بعد التسليم أن يأتي بسجدتي سهو مورد آخر مورد الثاني فيما لو سلم في غير موضع التسليم يعني مثلا هو صلاة رباعية يعني يسلم مش وقت يسلم بعد انتهائه من الركع الرابعة بعد رفعه من السجدتين رفع رأسه يتشهد ويسلم هذا هو محل التسليم لكنه لو سلم في هذه الرباعية سلم في الثالثة أو سلم في الثانية أو بالركع الأولى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا أو ثلاثة حشاها مثلا بعد ذلك عرف أو علم نفسه أنه مو هنا يسلمون لازم يكون بالرابعة بعد انتهاء الرابعة قام وكمل الصلاة مالته حينئذ يجب على المكلف بعد الانتهاء من الصلاة أن يأتي بسجدتي سهو لهذا التسليم الذي حدث في غير موضعه هذا المورد الثاني المورد الثالث إذا نسي أحد السجدتين يعني ليس علي سجدتين مال الصلاة لأن كلاهما واجب ذن السجدتين نسى وحده من عدهين وانتقن إلى الفعل اللي بعدها زين وذكر بعديا أنه ناسي سجدة وحده من ذن السجدتين أيضا يقضي هذه السجدة ثم يسجد سجدتي سهو هذا المورد شنو؟ المورد الثالث المورد الرابع إذا نسي التشهد سواء كان الوسطاني أو الأخير هو التشهد نسي التشهد يقضيه ثم يسجد سجدتي السهو اشتركوا في القناة